تفتح سنضيق الاقتراع في هذه الأسناء في فرنسا في إطار الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة استطلاعات الرأي ترجح أن يفوز حزب التجمع الوطني أي أقصى اليمين بأكبر عدد من الأصوات بعدما حقق تقدما ملحوظا في الجولة الأولى لكنه من المرجح أن لا يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة في هذه الصور نتابع مباشرة عمليات للاقتراع التي ستبدأ بعدما فتحت سنضيق الاقتراع أبوابها منذ لحظات في المدن الفرنسية وهذه الصور مباشرة من أحد المراكز في العاصمة الفرنسية باريس في هذه الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة التي كان دعا إليها الرئيس الفرنسي إمانويا الماكرون عقب نتائج حققها أقصى اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي من باريس تنضم إلينا مرسلتنا عزة غريبة وينضم إلينا من نيس مفدنا سيف الدين العامري عزة أبدأ معك وتوقعات لسير العملية في هذا النهار وأيضا جولة معك على آخر استطلاعات الرأي والمرجح من نتائج هذه الدولة كارولينا هي لحظات حاسمة في هذه الانتخابات التشريعية وربما أيضا في تاريخ فرنسا لأن أقصى اليمين بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى السلطة في فرنسا أي الحكومة إن حصل على الغالبية المطلقة بعد تحالف اليسار وحزب مكرون باتت هذه الفرضية مستبعدة نسبيا ولكن استطلاعات الرأي ترجح حصوله على الأغلبية النسبية داخل البرلمان وهو ما سيجعله رقما صعبا في المعارضة بالنسبة لمكرون وحلفائه أيضا وأيضا رقما صعبا في السياسة الفرنسية لم يعد يمكن تجاوزه بعد أن حصل في الدورة الأولى على عشرة ملايين صوت مقابل أربعة ملايين فقط في تشريعيات العام 2022 وفي هذه الدورة لن تصوت مارين لوبين ولن يصوت أيضا جون لوك ميلانشون في هذا اليوم لأن المقعدين قد حثم في الدوائر التي ترشح فيها قد حثم من الدورة الأولى وبالتالي لن يدلي بأصواتهما اليوم بينما بقية المرشحين والرموز السياسية ستدلي بصوتها اليوم بشكل عام إذن هذه الدورة حاسمة الآن فتحت صناديق الاقتراع كما ذكرت وبالتالي النهار يوم أحد ومن المتوقع أنه في بداية العملية الانتخابية لا يكون هناك عدد كبير من الناخبين يذهبون للتصويت في فرنسا أنتقل إلى نيس المشهد سيكون تقريبا مماثلا لما هو في العاصمة الفرنسية السيف ولكن أيضا نطلع منك على المتوقع في نيس اليوم خصوصا أن هناك أعداد كبيرة ستصوت في نيس هذه البلدة في جنوب فرنسا أو المدينة والتي هي تعتبر معقل لليمين أيضا صحيح كارولينا وفعلا منذ دقائق فتح هذا المكتب الذي ورائي وهو أكبر المكاتب مريد نيس يعني بلدية نيس أكبر المكاتب في نيس أبوابه وبدأ فعلا الناخبون بالتوافد على هذا المكتب خاصة من كبار السن أو أساسا من كبار السن فالساعة مبكرة الآن الثامنة تقريبا صباحا هنا في نيس وطبعا من المتوقع أن يكون أول من يأتي هنا كبار السن طبعا مدينة نيس كارولينا تشهد تنافس ثلاثة من المرشحين الأقصى اليمين إيركسيوتي ويمين الوسط واليسار من الجبهة الشعبية الجديدة بحيث أن نيس لم تخضع إلى التحالف أو التفاهم بين اليمين واليسار اليمين الوسط واليسار في أن ينسح بصاحب المرتبة الثالثة هنا في الدائرة الأولى لنيس وأيضا بعض الدوائر الأخرى بينها الدائرة الرابعة والخامسة والتاسعة وبقية الدوائر باستثناء ثلاث دوائر في نيس تم حسم أمرها من الدورة الأولى وصعد مرشحوها وهم من أقصى اليمين ثلاثتهم يعني ثلاثة على تسعة دوائر حسمت في نيس من الدورة الأولى لأقصى اليمين اليوم يبدو طويلا هنا في نيس لأن المكاتب في الحقيقة أغلب المكاتب هنا في مناطق قريبة من المناطق السياحية وبالتالي ستشهد بعض الاكتظاظ وأيضا انتشار أمني كثيف وملحوظ تحسبا لأي أخطار أو لأي عمليات قد يقوم بها إما أقصى اليسار الذي رفع شعار واضح في السوشيال ميديا خذوا الأصوات في السنديق ونحن سنحتل الشوارع أو أخطار أخرى لا نعرفها بالضبط عموما بداية فتح السنديق كانت هنا في نيس مع إقبال يبدو ضعيفا ولكن مع ساعات النهار سيشتد وأيضا سنتابع السياسيين هنا كيف ستكون عمليات تصويتهم وردود أفعالهم بعد صدور النتائج الأولية كارولينا سيكون نهار طويل بلا شك عزة أيضا أود أن أسألك عن الإجراءات الأمنية التي تخذت في العاصمة الفرنسية خصوصا مع بعض المخاوف خلال النهار وحتى بعد انتهاء العملية وبدء صدور النتائج التهديد الأمني مركب كارولينا وذلك لأن فرنسا ستحتضن بعد أيام قليلة الألعاب الأولمبية والعاصمة تحولت إلى ورشة فبالتالي هناك عدد كبير من الساحات مغلقة يتم وضع المدرجات فيها بالأساس تم نشر كمية كبيرة من عناصر الأمن فيها يضاف إلى كل ذلك ما ورط مكرون البلاد به وهي هذه الانتخابات في هذه اللحظة التي ربما الجميع يخشى من أو يتساءل كيف ستكون اليوم على مدار الساعة لأنه سيكون كما ذكرت نهار طويل عملية انتخابية سيحاول عناصر الأمن رعايتها وحمايتها وابقاء عينهم عليها ولكن فالوقت نفسه عندما ستغلق الصناديق عند الساعة الثامنة مساء بعد 12 ساعة من الآن لن يهدأ لهم بال لأنهم سيتابعون عملهم لأن الكثير من المظاهرات إن كانت احتفالية أو احتجاجية من المتوقع أن تخرج مساء هناك تهديد كما ذكر سيف باحتلال الشوارع أو الذهاب إلى الشوارع بدل الصناديق عندما ستظهر النتيجة النهائية بكل الأحوال هناك توقعات بأن هناك سيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات والجميع هنا يخشى ما الذي يمكن أن يحمله تحمله صناديق الاقتراع ويحمله الشارع أيضا في نهاية هذا اليوم شكرا جزيلا لكم سنكون معكم خلال هذا النهار لمواكبة كل تفاصيل الجولة الثانية من الانتخابات التشعية الفرنسية من باريس مرسلتنا عز غريبة ومن نيس مفدنا سيف الدين العامري شكرا جزيلا لكم